مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة لخلال أيام القليلة القادمة انخفاض تدريجي على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها ويصبح الطاقس معتدل أثناء النهار لطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارات التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر الفاتح يمثل كتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة بالنهار ستكون ولطيفة بالليل هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة والرطوبة ستؤثر على المملكة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وبالتالي يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ويكون الجو صيفي معتدل بالنهار صيفي لطيف أثناء الليل أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة في عمان في عمان أجواء هذه الليلة ستكون بإذن الله لطيفة وأيضا رطوبة النسبي مرتفعة قليلا لكن في ساعات الصباح الباكر قد يتكون الضباب في بعض المرتفعات الجبلية العالية أو شابورة أيضا في بعض المرتفعات الجبلية العالية وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتظهر أيضا في ساعات الصباح الباكر السحب المنخفضة وبتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل درجة الحرارة العظمى 29 درجة أقل من المعدل بحوالي درجتين إلى ثلاثة وأيضا الصغرى أثناء الليل بتكون أجواء لطيفة والصغرى بحدود 19 الاثنين والثلاثة انقفاض آخر على درجات الحرارة أجواء لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار وأجواء لطيفة أثناء الليل وأثناء النهار تظهر السحب المنخفضة خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية وبالذات المرتفعات الشمالية ويوم الثلاثة يحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة أو الرذاذ في أقصى أو في خاصة في المرتفعات الشمالية من المملكة ويوم الاثنين والثلاثة بتكون درجات الحرارة أقل من المعدل على الأقل ما بين ثلاث إلى أربع درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربط 30-20 عجلون 29-18 جرش 31-20 المفرق 32-19 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى عمان 29-19 البلقاء 30-19 مأدبة 29-19 البحر الميت أجواء حارة 39-27 الزرقاء 32-19 والمنطقة الجنوبية الكرك 30-20 والطفيلة 30-21 الشراح 29-18 ومعان 34-23 أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا في النهار في مناطق البادية الجنوبية الشرقية لكنها حارة نسبيا إلى حارة في العقبة 39-28 أما المنطقة الشرقية أجواء تقريبا حارة نسبيا في النهار معتدلة بالليل أيضا بعد ظهر تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة الغضار والأتربية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في فترة مع بعض الظهر والمساء الأزرق 36 العظمى والصورة 20 الصفاوي 36-21 الرويشت 39-20 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله ورعايته النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة